مشاهدين طالما بن يمين نتنياهو المسؤولين الإسرائيليين عدم التعليق على انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن للتعديلات القضائية وكان نتنياهو ووزير الأمن إتمار بنغفير انتقادات صريحات بايدن واعتبراها تدخلا بشؤون الداخلية وانتهاكا للسيادة في المقابل حذرت قيادات المعارضة حكومة نتنياهو من المساس بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية مع واشنطن وفي سياق متصل يتواصل الحوار بين الحكومة والمعارضة لحل الأزمة المتصاعدة حول التعديلات القضائية وفي ظل الأزمة تتجه حكومة اليمين المتطرف إلى إقرار مشروع يسمح بتشكيل ميليشيا مسلحة تحت مسمى الحرس الوطني يقودها الوزير اليميني المتطرف إتمار بنغفير ما أثار حالة من القلق والخوف في الأوساط الفلسطينية داخل الخط الأخضر كما حذرت أوساط إسرائيلية من خطورة هذه الخطوة واعتبرتها عبثا بأمن الدولة العبرية سيد أكرم عطلة حوار بين حكومة نتنياهو والمعارضة حوار حول ماذا وما هي فرص نجاحه؟ لا واضح أنه من الجولة الأولى العنوان بيّن من الجولة الأولى بالأمس في بيت الرئيس الإسرائيلي واضح أنه المعارضة شعرت بقوتها تمكنت من إرغام الحكومة على التعليق على الأقل ديشة والتراجع وهذا أعطاها قوة بأن تستمر حتى تتراجع الحكومة نهائية وخصوصا أنه ذلك ترافق مع استطلاعات الرأي في صالح المعارضة إذا ننظلنا ضغطين لش تتراجع الحكومة يعني خفضت رأسها قليلا وستعاود الوقوف مرة أخرى في خلافات داخلية لا تسمح بأن يزاح هذه التعديلات عن جدول الأعمال اليوم لبيد نشر رسالة من يريف ليفين لمنشطاء الليكود بقول لهم إحنا راجعين نصوت بس يعني بنعدل وحتى الحديث عن أنه المساوم اللي بتصير مع يوهف جالانت وزير الدفاع المساوم عساس أنه يطلع من الكنيسة وقال نرويجي ويظلك وزير الدفاع ليضمن نتنياهو كل بلوك أعضاء الكنيسة يجيب واحد متين من جماعته ووزارة الدفاع خذها مش مشكلة كبيرة ما هو أخذ نصها سموتريتش ورئيس الأركان ما هو نصق مباشرة مع رئيس الوزراء ومع الكابينيت يعني مش مشكلة قادة تجز مش قصة يعني مخلي وزير الدفاع شكلي يعني مش قصة في إسرائيل وبالتالي بالتالي الوضع الإسرائيلي هو وضع لا يسمح لا يسمح بالوصول لنتائج لهذا في شدة أول جولة المعارضة تدفع بالاتجاه والحكومة تراجعت خطوة لتتقدم خطوتين للأمام وبالتالي في شدة تراجع والتالي يحصل توافق أنا أظن أنه هناك توافق واضح أنه لسه لازالت أمام إسرائيل التصدع بشكل أكثر وضوح خلال الفترة ركاءه يقولون عنه هيك مش خصومة في تسجيل طلالة لسموتريتش من فترة المسألة الثانية وبالتالي هم تبروا كذب ممكن يفلت في أي لحظة استمروا الضغط عليه المسألة الثانية أن المعارضة التي فقدت السلطة شعرت أنه أعيد لها وهجها هي مالكة الشارع وهي اللي كل يوم بتعبي في حصتها في حجرها أصوات جديدة اليوم بالاستطلاعات بتأخذها وبالتالي هي مستمرة والشارع الإسرائيلي كله معها هذه النشاطات أصبح في صالحها وبالتالي لو أجريت انتخابات يسقط من نتنياهو لماذا ترفع هذا الضغط عنه ولماذا تقسر هذه الإنجازات التي تحققها يوميا طيب الملاحظ أيضا سيد أكرم أنه مع تراجع نتنياهو أو تأجيله لطرح مشروع التعديلات القضائية طرحت قضية شرعنة الميليشيات التي يقودها بنغفير ما هي فرص الفرص الحقيقية لتشكيل مثل هذه الميليشيات وما أهدافها هي رح تتشكل وهذا كان ثمن بنغفير هدد بأنه ينسحب يعني أقدم استقالته وليس ينسحب حزبه ولن يسمح بأنه نروح للانتخابات وسلمها للمعارضة هو مقابل ذلك مليقنا عن نتنياهو أعطاله مسؤولية الحرس هذا قرار اتخذ في عهد حكومة نفتالي بنت هذا مسؤول لقصة الحرس الوطني اتخذت في عهد نفتالي بنت ارتباطا بحرب 2021 عندما تمت مناطق الناصرة واللد والرملة وصار صدامات في المناطق فشعروا أنه بدهم تشكيل حرس وطني هذا القرار التعسف الذي تأخذ ولكن استمروا هدية الحالة وعالجت الشرطة بعض وفي حلول صارت وبالتالي جاء يا إير لابيت ثم دخلت إسرائيل في انتخابات أجل ربما هذا الموضوع الآن بن قفير هو أصلا كان مشكل ميليشيات عنده ميليشيات خاصة هو بده شرعي ميليشياته في الأول هو لديه ميليشياته مسلحين وبعدين مش زي الدول العربية إنه هذا مع سلاح لا لا إسرائيل هم دعوا المواطنين لحمل السلاح في الفترة ودعوا المواطنين وكله دولة جيش وكله مدرب وكله عدل خدمة العسكرية وكله كذا من بين هؤلاء في حصة كبيرة من بين هو كل مستوطن ما هو حامل السلاح ضف الغربية وبالتالي في عنده ميليشيات الآن هذه الميليشيات بدل ما كان القرار ميليشيات تعمل في المدن المختلطة لوقف الصدمات بين العرب واليهود فيما لو نشبت أي معركة القرار هذا الموجود تحويله إلى ميليشيات خاصة باليمين الإسرائيلي لتدافع عن حكم اليمين في إسرائيل ولتهاجم ربما العرب وحتى المعارضون لحكومة اليمين في إسرائيل لذلك قيل بأن هناك شعور بالخوف لدى الفلسطينيين وحتى لدى اليهود أيضا طبعا إذن هي وصفة كما حذر مسؤولون إسرائيليون لحرب أهلية صحيح إلى أي مدى يمكن أن يسمح أو تسمح ربما الدولة العميقة الجيش لا أدري بالوصول إلى مثل هذا هما الهلاء هو الأمور بتتدحرج يعني في لحظة معينة أنا وأنت نحلل ونقدر نتصور الآن اليسار هو النخبة الإشكنازية ورجال الأعمال هذول مش عنفين مش عنفين بمعنى العنف الداخلي المتدينين عبر التاريخ من كل الأديان هم أكثر عنفا معروف عصبيين وثارعين بردود الفعل ما الذي المتطرفون بالتدين طبعا المتطرفون بالتدين هذا التيار المتدين في إسرائيل الآن هو على رأس السلطة فيش داعي يروح للحرب الأهلية فيش داعي يكون عنيف هو عنده السلطة رجع خطوة لورا من هزمش يعتبر لسه لا زال عنده السلطة ولا زال هو بد يروح بد يشكل حرص الوطني ولا زال لكن في اللحظة التي ينهزم فيها وكذا جربت التاريخ قالت هذا التيار الديني حينها وحينزل على الشارع حينها نتحدث عن الحرب الأهلية اللي لا الجيش ولا الدولة العميقة خالدت بس طالما أن هذا التيار هو في السلطة وماخذ كل حقوقه وامتيازاته لن يكون هناك حرب أهلية في إسرائيل حتى لو استمرت الحكومة هذه ثلاث سنوات قادرة ولكن يعني إسرائيل كما معروف وضعها هناك دول عظمى مثل الولايات المتحدة دول أوروبية تتبناها يعني حليف استراتيجي إذا صح التعبير واليوم نتنياهو وحكومته يدخل في أزمة مع الولايات المتحدة أهم حليف لدولة إسرائيل وبالتالي هل ستسمح الولايات المتحدة إضافة إلى القوى الأخرى في إسرائيل بغصول الأمور إلى هذا المستوى شوف في ميكانزمات تطور الداخل الإسرائيلي هي اللي بتدفع بهذه الاتجاهات هذه ميكانزمات تشبه البصمة الوراثية للفرد بمعنى أنه الأب بيكون بوجه ابنه برب ابنه بس في بصمة وراثية بقدرش في هذا التطور الطبيعي للجسد بقدرش وقف الأب هذا ما حدث إسرائيل تتطور ديمغرافيا باتجاه اليمين وباتجاه القومية وباتجاه أن الإشكنازيين بصمة إسرائيل الديمغرافيا الإشكنازيين ما بخلفه المتدينين بخلفه ستة وسبعة المتدينين عندهم مدارس بخطوط طفل على الروضة من الروضة الابتدائية العددية الثانوية وبعد الثانوية بودوا على معاهد التوراة معاهد التوراة يدرس ومعاهد التوراة هم وجودهم بالكنيسة تشرعوا أنه يأخذ مصاره وبدرس وشرعوا كمان تشريع أنه هذا المعاهد التوراة وقاعد بيدرس ويخلف كثير لأنه قاعد بيأخذ مصار كثير عائلات كثيرة لأولاد إلى دعم ربطت فإسرائيل كلهم ربطة باتجاه أن تذهب باتجاهه أحد للولايات المتحدة ولا كل الأصدقاء استطاعوا كلهم كانوا بشوفوا براقبوا وأنا قاري مؤتمرات بالتسعينات مثلا ومؤتمر هرتيلة 2000 اللي بقول أنه الديمغرافيا سائرات ذاهبة بهذا الاتجاه لا أحد يستضي محدش بيقدر أوقف إنجاب حدا ولا أحد بيقدر أقنع إشكنازي وهذا التعبير عنه أستاذي أنه الكيبوتس كان يمثل النخبة الإشكنازية سكر والمستوطن اللي بتمثل النخبة اليمينية هي اللي قاعدة بتفرخ فهذا الانزياح الطبيعي هو نتيجته لا الأمريكي ولا الأوروبي ولا حتى المخطط الفكر الإسرائيلي قادر على وقف هذا التطور الهادي اللي أدى إلى ذلك وسيؤدي في النتيجة إلى الصدمة أشكرك جزيلا سيد أكرم عطلاء الكاتب الإعلامي على حضورك معنا شكرا شكرا